بالنسبة لبابا فرانسيس والأخبار اللي ليها علاقة بمسيحي الشرق الأوسط والعالمي البابا الفاتيكان البابا فرانسيس أعلن أنه بيرغب في السفر للعراق العام المقبل في أول زيارة بابوية لهذا البلد على الإطلاق وقال البابا فرانسيس أمام ممثلين عن الجامعات الخيرية اللي بتساعد المسيحيين في الشرق الأوسط قال لهم بتلازمني فكرة ملحة عندما أستذكر العراق لدي استهداد الذهاب إلى هناك العام المقبل طبعاً تعرفين أن الحروب والصراعات اللي كانت في العراق قدت لنزوح المسيحيين بعدد كبير قوي على العراق وده الأخرى بالشرق الأوسط وأنهم عانوا من صعوبات خاصة عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من بلدهم البابا الراحل البابا يوحن بوليس الثاني أراد في عام 2000 زيارة مدينة أور العراقية الأثرية اللي بيعتقد أنها مسقط رأس أنبي إبراهيم الخليل وكان بالمقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تشمل عراق ومصر وإسرائيل ولكن ما كانش ده يعني تم فالبابا فرانسيس عنده أمل أنه إن شاء الله بإذن الله وربنا يسهل وتتم هذه الرغبة أنه يزور العراق في العام المقبل بإذن الله في تصريحات أخرى للبابا فرانسيس قال أنه جولاتي العالمية عقاب قال أنه مش بيحب السفر بالرغم من جولاته حول العالم بوطيرة أسرع من أي من أسلافه ولكن البابا في مقابلة مع الفاتيكان كان في حضور أربعمائة طفل من إيطاليا قال أنا هقول لكم على سر أنا مش بحب السفر حقيقي ده حقيقي هذا صحيح هذا صحيح أنا مش بحب السفر ومزح البابا وسفر روتين جولاته العالمية بأن هي شبه عقاب عقابلي مشبهني إياها بالطريقة اللي يمكن بيها إجبار طفل مدلل يرفض الطعام على تناول ضعف مقدار الطعام يعني هو كان بيتكلم على الأطفال فقال لهم شوفوا بقى أنه بالنسبة لي السفر عقاب ناس كتير على فكرة بتحبش السفر وبتبقى فعلا متعب يعني بالنسبة لهم وخصوصا لما بتكون جولات كده بتكون برامج كتيرة للزيارات وحاجات كتير بيبقى مهم أنها تتعامل زي حتى ما البابا توادرس كان برضو علق على الموضوع ده في إحدى حواراته وأنه بالفعل أنه لما بيكون فيه سفر والناس بتتهموا أنه هو بيسافر كتير وبيسيبر رعاية في مصر كان بيقول أنه بالعكس ده إحنا فعلا بنتعب وبنونها جدا في أي برنامج للسفر في أي دولة خارج مصر بعد 137 عام برشلونة تستكمل بناء كنيسة العائلة المقدسة كان مرت 137 سنة وكان فيه وفاة لعشر مهندسين ومعمريين وكان ملايين اليورهات اللي تم انفقها فأخيرا الحمد لله رائعة برشلونة المعمرية المعاصرة اللي هي كنيسة سجاردا فاميليا أو العائلة المقدسة على وشك أن تستكمل خلال السنوات القليلة المقبلة بعد حصولها على تصريح للبناء كنيسة سجاردا فاميليا أو العائلة المقدسة هي كنيسة كاثوليكية رومانية وتعد واحدة من أضخم كنائس أوروبا شرعة في بناءها عام 1882 وهي تعد من أشهر المعالم غير المكتملة في العالم نتمنى فعلا أن في خلال السنوات القادمة يتم استكمالها بعد كل العمر ده 137 سنة وفاة عشرة مهندسين ومعمريين كانوا بيشرفوا على بناء